بشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم الأحوال الجوية المتوقعة ستبقى الأجواء مستقرة والأربعاء سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء تشبه الأجواء الربيعية وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أما الأحوال الجوية المتوقعة فعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم العالية وقسم قليل من الغيوم المتوسطة في شرق البحر المتوسط هذه الغيوم العالية تغطي المملكة وشمال الجزيرة العربية وسورية هذه الغيوم في مقدمة المنخفض الجوي ومصاحبة للكتل الهوائية الدافئة التي تؤثر يومي الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس بإذن الله أما الدرجات أو صور التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حيث أن اللون الأخضر يمثل درجات الحرارة الأبرع اللون الأصفر درجات الحرارة الأدفع واللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى وبالتالي هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة سيكون واضح يوم الأربعاء حيث سيظهر اللون الأحمر في كثير من أجزاء المملكة وهذا يدل على الارتفاع الواضح على درجات الحرارة لكن اعتبارا من يوم الخميس الخميس تبدأ المملكة وخاصة اعتبارا من ساعات مع بعض الظهر بالتأثر بالكتل الهوائية الباردة المصاحبة المنخفض الجوي الذي يتمركز بالقرب من جزيرة قبرص وتدريجيا يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة فنلاحظ أن اللون الأحمر يبتعد والأصفر يبتعد لكن اللون الأخضر اللي يمثل درجات الحرارة الأقل يقترب كثيرا ليغزو المملكة يوم الخميس بعد العصر وليلة الخميس على الجمعة بإذن الله وبالتالي يوم الجمعة تسيطر الكتلة الهوائية الباردة على المملكة وتصبح الأجواء باردة بشكل واضح وهذا ملاحظ من الألوان حيث يسيطر اللون الأخضر على المملكة وسوريا وفلسطين وشمال المملكة العربية السعودية وغرب العراق وأيضا شمال مصر وتسيطر هذه الكتلة الباردة على منطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام أما الخرائط الهطول وما تمثله فبالله ادخلوا المملكة من الهطول يوم الأربعاء وأيضا حتى ظهر يوم الخميس لكن بعد ظهر يوم الخميس تبدأ الهطولات في المناطق الجنوبية ثم الشمالية ثم تمتد تدريجيا أثناء الليل ويوم الجمعة لتشمل معظم مناطق المملكة بإذن الله وتصبح الأجواء باردة وماطرة بإذن الله يوم الجمعة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية تظهر السحب مع وجود السحب العالية لكن درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها بحوالي أربع درجات لأن معدل درجة الحرارة الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو خمس درجات مئوية نتوقع أن تصل الصغرى بحدود تسع درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء ارتفاع واضح ملنموس على درجات الحرارة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح ما بين تقريبا 5 إلى 7 درجات مئوية لأن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 14 إلى 15 درجة مئوية متوقع غدا الأربعاء أن تصل إلى 21 درجة مئوية إذن أجواء تشبه الأجواء الربيعية دافئة نسبيا وتظهر السحب العالية والأربعاء ليلا تكون الأجواء غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية هناك احتمال ضعيف لسقوط بعض الأمطار أحيانا وأيضا تبقى الأجواء هكذا حتى ساعات ما قبل ظهر يوم الخميس وتصبح الأجواء يوم الخميس تتكاثر الغيوم تدريجيا بعد الظهر وتسقط زخات رعدية من المطار في المناطق الجنوبية والشرقية تمتد بعض العصر وبالليل إلى بقية المناطق والخميس يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة يعني تنقفض درجات الحرارة على الأقل سبع درجات عما ستصل إلى يوم الأربعاء تصبح الأجواء باردة نسبيا وبعد العصر نلاحظ الانخفاض الواضح في درجات الحرارة وكيف ستصبح الأجواء باردة بشكل واضح إذن أجواء باردة غائمة ماطرة والخميس ليلا تصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة ودرجات الحرارة بحدود سئة صغرى بحدود ست درجات مئوية الجمعة تسيطر الكتلة الهوائية الباردة على المملكة وبالتالي يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله مع رياحة جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية تصل سرعتها أو الهبات أحيانا ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة بتكون مثيرة الغبار والأتربي خاصة في المناطق الجنوبية والصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ودرجة الحرارة التي العظمى المتوقع تسجيلها يوم الجمعة بحدود تسع درجات فلاحظوا التغير الكبير في درجات الحرارة ما بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة يوم الأربعاء رايحة سجل 21 لكن ستنقفض يوم الجمعة إلى تسع درجات مئوية يعني بحدود تقريبا الانخفاض ما بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة بحدود 12 درجة مئوية على الأقل إذن أجواء باردة غائمة وماطرة الحرارة العظمى بحدود 9 درجات وأيضا الجمعة ليلا أجواء باردة وغائمة وماطرة الصغرى بحدود 7 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف مدن المملكة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية أجواء دافئة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مشمس الأجواء لكن تظهر السحب العالية في إربد الصغرى 13 والعظمى 23 عجلون الصغرى 12 والعظمى 22 جرش الصغرى 12 والعظمى 23 المفرق الصغرى 10 والعظمى 23 درجة مئوية المناطق الوسطى أيضا نفس الشيء أجواء دافئة نسبيا مشمسة يتخللها ظهور السحب العالية في معدل الصغرى 10 والعظمى 22 البحر الميت الصغرى 19 والعظمى 28 البلقاء الصغرى 13 والعظمى 22 عمان الصغرى 10 والعظمى 21 والزرقاء 12 إلى 23 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مشمسة بتكون مغبرة أحيانا خاصة في ساعات ما بعد الليلة القادمة يعني ليلة الأربعة على الخميس وصباح يوم الخميس وما قبل ظهور يوم الخميس لكن الأجواء بتكون مشمسة تظهر السحب العالية ثم المتوسطة الأجواء دافئة نسبيا يوم الأربعاء الحرارة الصغرى المتوقعة في الكارك 11 العظمى 23 الطفيلة 10 إلى 20 الشرح الصغرى 27 والعظمى 20 إمعان 11 والصغرى والعظمى 23 العقبة الصغرى 16 والعظمى 26 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء دافئة بشكل عام خاصة أثناء النهار مشمسة يتخللها ظهور السحب الأزرق 11 إلى 25 الصفاوي 10 إلى 24 الرويشد 12 إلى 25 درجة مئوية أعزاء المشاهدين إليكم أجمل تحية من طقس العرب مع تمنياتنا لكم بأوقات سعيدة وممتعة بأجواء دافئة نسبيا يوم الأربعاء لكنها ستبرد اعتبارا يوم الخميس والجمعة بإذن الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة